تحية طيبة لكم مشاهدينا نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية والبداية مع أبرزي العنوي التطبيعية تؤكد أن المفاوضات مع كيروش لم تحسن بعد وتأخير من جانب المدرب ساعة حافظ وعباس عبيد ينضمان إلى الجهاز الفني للمساعد للمنتخب الأولمبي اليوم خمس مواجهات باستكمال الجولة الأخيرة من دور الكرة الممتاز وإلى التفاصيل أهلا بكم حيث كشف نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم شامل كامل أن المفاوضات مع المدرب البرتغالي كيروش ما زالت جارية ولم تحسن إلى الآن مبينا في حديث للعراقية الرياضية أن تأخر حسم هذا الملف هو من جانب المدرب وليس من قبل هيئة التطبيعية وأضاف كامل أن التطبيعية تسعى لحسم الملف بالسرعة الممكنة لأنها تدرك أن التأخير لن يكون من مصلحة المنتخب الوطني لكن ما زالت هناك مفاوضات مع كيروش ومع عدد آخر من المدربين لم يكشف عن أسمائهم أما ما يخص المنتخب الأولمبي فأكد كامل أن المدرب سكوب سيصل اليوم الأثنين ويبقى في بغداد يومين ليغادر بعدها إلى كربلاء حيث يقيم المنتخب معسكرا تدريبيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة هذا وأكد رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم أياد ابنيان أن تسمية المدرب الجديد لقيادة المنتخب الوطني ستحسم خلال الأسبوع الحالي وأشار ابنيان إلى أن المعسكر الخارجي المقرر إقامته في صربيا لا يزال قائما ولا صح لإلغائه وقال ابنيان أن اللجنة المكلفة باختيار المدرب الذي سيقود منتخب أسود الرافدين في الفترة المقبلة تواصل مفاوضاتها لحسم الموضوع مبكرا وهناك اتفاق مع مدرب سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الحالي مبينا أن هذا المدرب وطاقمه المساعد لديهم اطلاع كامل على جميع لعبي المنتخب وأضاف أن معسكر سربيا سيقام مطلع شهر آبي المقبل تحضيرا للتصفيات النهائية وستتخلى له إقامة مباريات ودية سيتم تحديدها في وقت لاحق كشف مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية اختيار مدرب منتخب من الأولمبي ميروسلاف سكوب لمدربين مساعدين من مجموعة الأسماء التي كانت مرشحة لتولي المهمة معه وحسب مصادر قال سكوب قرار اختيار كل من الكابتن عباس عبيد والكابتن سعد حافظ لينضمه إلى طاقمه التدريبي كمدربين مساعدين يذكر أن التطبيعية سبق وأن وضعت بين أيدي سكوب مجموعة من الأسماء التدريبية لاختيار اسمين منها حمل رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي مدرب المنتخب الوطني السابق كاتنج وجائحة كورونا مسؤولية تأخر انتهاء مسابقة الدوري الممتاز بوقتها المحدد عوفي قال في حديث خاص به العراقية الرياضية أن المدرب كاتنج هو سبب تأخر انتهاء الدوري نظر للمعسكرات التدريبية غير المدروسة للمنتخب الوطني إضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت على مواعيد المسابقة وأضاف أن من أهم المعويقات التي واجهت عمل اللجنة هي عدم توفر الملاعب الخاصة للأندية مما أدى إلى إرباك المسابقة وتأخر مواعيد وتوقيتات المباريات وحول موعد أيضا انطلاق الموسم الجديد بيّن عوفي أن لجنة المسابقات ستجتمع الأسبوع المقبل مع الهيئة التطبيعية لتحديد الموعد النهائي لانطلاق الدوري الممتاز هذا وتستكمل اليوم الاثنين مواجهات الجولة الثامنة وثلاثين والأخيرة من دور الكرة الممتاز بإقامة خمس مواجهات وستجمع المواجهات الأولى الكهرباء والطلبة على ملعب التاجي فيما يلعب السماو على ملعبه الديوانية بينما يلتخص صناعة الكهربائية مع الشرطة على ملعب صناعة هذا ويضيف أربيل على ملعبه فريق الزورة ويلعب النجف على ملعبه فريق القاسم بينما تقام مباراة واحدة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق الحدود مع بطل الدوري القوة الجوية يسعى فريق الزورة لتعزيز وصافته لدور الكروي الممتاز من خلال حظ النقاط الثلاثة أمام فريق أربيل في الجولة الثامنة وثلاثين من المسابقة نتابع مباراة مباراة مهمة مع فريق أربيل فريق مرتاح نوعا ما لاعلي ضغطات وأفضل الفرق صراحة واجهناها مباراتنا تقبل قسمة على اثنين أكيد الفوز كل كان كإدارة أو كادر تدريبي أو لعبين نصممين على الفوز إن شاء الله العودة للمركز الثاني اللي بنتبره نحن كلاعبين وكادر شي إنجاز لأن هذا الموصل بغنظوه والصعبة صراحة اللي لاحقت الفريق الحمد لله الجميع جاهز للمباراة الفريق عم يقدم في آخر مباريات من أفضل المباريات اللي عم يقدمها إن شاء الله يا رب التوفيق فريق أربيل نترك عناصر جيدة على مستوى عالي ثلاث نقاط مهمة إن شاء الله عازمين على تقديم مستوى اليقبينة ونحقق ثلاث نقاط مهمة حتى نعزز وصافة الدوري يحاول فريق الطلبة الأنيق الابتعاد عن شبح الهبوط من دور درجة الأولى عن طريق حظ نقاط الثلاثة أمام الكهرباء أنيق الأندية العراقية ووسيمها ملح الدور الممتاز صاحب التأريخ الكبير ركن من أركان المستديرة منافس الكبار على الألقاب والمتربع في الربع الأول منجم النجوم رافض المنتخبات الوطنية الطلبة عندما يذكر اسمه نستذكر منجزاته التي غابت عنه في الآونة الأخيرة والأسباب كثيرة ومتعددة ينسبها عشاقه إلى الإدارة المتخبطة وسوء القيادة والعوز المادي جعلته في قاع الترتيب بدلا من أن يصارع على اللقب أو الوصافة أصبح يصارع من أجل البقاء فشبح الهبوط يراوده وهو قاب قوسين منه وترى المرارة والغصة في صدور محبيه جماهيره الوفية التي لم تتخلى عنه في أسوأ ظروفه وتراها تؤازره وترفع من معنويات لعبيه في آخر المواجهات من أجل البقاء بين الكبار التعب والمرض صار واضحا عليه ولا نقل دخل الشيخوخة لأن نضرائه بقمة عطائهم ولم يصلوا إلى موصل إليه الأنيق انهض وانتفض لأجل عشاقك وتأريخك ولا تجعل اليأس يغمرك وفي الوقت ذاته رسالة إلى أبنائه الذين ترعرعوا وبزغ نجمهم تحت لوائه كونوا عولا له وقفوا بجانبه فهو صاحب الفضل الأكبر عليكم الأنيق يمرض ولا يموت أنور صباح العراقية الرياضية حمل لاعب السابق لفريق الطلبة علي وهيب وزارة التعليم العالي وإدارة نادي طلبة مسؤولية الوضع الحالي السيء لفريق الطلبة وأكد وهيب في حديث للعراقية الرياضية أن المشكلة هي إدارية وليست فنية وأن الوزارة يجب أن تكون أحرص على النادي وأمواله مبينا أن الإدارة تتصرف بالأموال حيث شاءت وهناك شخصيات تشترك بعملية صرف الأموال لحسابها الخاص فيما وصف الهيئة المؤقتة للنادي بالصفقة وأغايتها دخال شخصيات محلل شخصيات أخرى وكانت نفسها في الإدارة السابقة يخوض فريق الصناعات الكهربائية اليوم الاثنين مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام الشرطة على ملعب نادي الصناعة ويبحث الصناعة عن تحقيق الفوز وانتظار أيضا النتائج من أجل تفادي ملحق الهبوط إلى دور الدرجة الأولى نتابع مزيد من التفاصيل مع أرشد العطار صراع البقاء وظروف قاهرة أبرز عنوان لما يعانيه فريق الصناعات الكهربائية الذي سيلاقي الشرطة في الجولة الأخيرة للدور العراقي الممتاز وعينه على النقاط الثلاث التي قد تكون الأغلى بتأريخ النادي الذي عاش موسما صعبا بكل المقاييس لكن ذلك لا يمنع أنهم سيواجهون القيثارة بكامل التركيز تركيزنا فقط عن مبارات نبعد لاعبين يعني أنا كجهاز فني يعني أولا أنا يعني الخطاب لي والإخوان المدربين لللاعبين إحنا فقط تركيزنا عن مبارات الشرطة إحنا نحقق المطلوب والباقي يعني اللي يصير خليه يصير بس إحنا نحقق المهم تركيزنا يكون في مبارات الشرطة هو هذا الأهم أعتقد إذا قدرنا نحقق إحنا عدنا فرصتين مباراتين مرتبطين مباراتين مرتبطين مبارات الديوانية والسماء مرتبطين مبارات الطلبة والكهرباء لكن كل تركيزنا فقط هو على مبارات يوم غدا إن شاء الله إثبات الذات وتحقيق إنجاز البقاء في دور الأضواء أمر يعول عليه أبناء الصناعات لكسر نحس لازمهم في المسابقة المحلية الأغلى لكن الرياح قد لا تأتي بما يشتهيه هذا الفريق الجريح فيجد نفسه يصارع البقاء في الفرصة الأخيرة أمام سمراء المندفعة لمغادرة دور المظالم أكيد يعني أنت لو تقارن حقيقة مستوى فريق الصناعات أنا شاهدت يعني يقدم مستويات أفضل من السابق لكن النتاج ما تأتي بما أريد إحنا فأكيد أنه بقاء الصناعات أكيد يعتبر يعني ما يكسب أنه كمدربين ويكسب للنادي مثل ما شوفيها مباراة صعبة ضد فريق الشرطة فريق شرطة فريق جيد يمتلك لاعب اللاعب المنتخب بس هذا ما يعني إن شاء الله طموحنا إن شاء الله نقدم مباراة جيدة وإن شاء الله نقدر علينا نخطف المباراة وإن شاء الله توفية من صالحنا إثارة دورينا وصلت إلى ذروتها في قاعد ترتيب ومباقي سوى جولة واحدة لمعرفة صاحب المركز الثامن عشر إضافة لإعلان فرق أخرى الخلاصة من تهديدات الهبوط العراقية الرياضية أرشد العطار حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية موعد إقامة مباراة القوة الجوية والحدود في الجولة الثامنة وثلاثين من الدور الممتاز لكرة القدم وذكر بيان للهيئة التطبيعية أن لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة القوة الجوية والحدود الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساء وأضاف البيان أن الهيئة التطبيعية اجتمعت مع الشركة المنظمة لحفل اختتام الدوري للموسم 2020-2021 لمناقشة آلية تطبيق منهاج حفل الاختتام بإنسيابية عالية حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية موعد ومكان إقامة المباراة الفاصلة بلاي أوف التي ستحدد هوية الفريق الذي سيشارك في الدوري الممتاز للموسم المقبل وقالت اللجنة في بيان مقتضى بأن ملعب الشعب الدولي سيحتضن المباراة الفاصلة التي ستجمع صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز مع فريق سامراء صاحب المركز الثالث بدوري درجة الأولى في ثلاثين من الشهر الحالي وإلى ذلك تحديد مواعيد المباريات النهائية لدوري الرديف والشباب للدرجة الأولى والناشئين حيث يلتقي القوة الجوية مع أمانة بغداد يوم غد الثلاثة على ملعب الساحر أحمد راضي في نهاي دوري الرديف ويلعب جيش أمام الشعلة على ملعب الشالشية لتحديد بطل الدوري للشباب للدرجة الأولى فيما يواجه الشرطة وزورة على ملعب الكاظمية لتحديد بطل دوري الناشئين فقد العراقي محمد رياض فرصة الحصول على ميدالية ملونة بعد احتلاله المركز السادس والأخير بمجموعته التي ضم ستة متسابقين في ربع نهائي التجديف الفردي في أولمبياد توكيو ووصل رياض في زمن قدره ثماني دقائق وثلاث ثوانين بينما حقق صاحب المركز الأول زمن قدره سبع دقائق واثنتين عشرة ثانية وبهذا فقد رياض فرصة حصوله على ميدالية ملونة السينافس على تحديد المركز الأخر ودعت اللاعبة العراقية فاطمة عباس دورة الألعاب الأولمبية في توكيو من الدور الأول الذي شاركت به في فجر اليوم بفعالية الرماية وغادرت اللاعبة فاطمة عباس منافسات رماية المسدسة عشرة تي أمتار في أولمبياد بعد احتلالها المركز الحادي والخمسين من أصل ثلاثة وخمسين رامية ومع مغادرة فاطمة عباس ومحمد رياض الأولمبياد يتبقى من العراق العداء طه حسين الذي سيغادر يوم غد إلى توكيو للمشاركة بفعالية العب القوى التي تنطلق في ثلاثين من الشهر الحالي حقق الحكم العراقي أحمد علي نجاحا ملفتا في قيادته لمباراة إيطاليا وألمانيا والتي انتهت بفوز الأول باثنتين وتسعين نقطة مقابل اثنتين وثمانين ضمن منافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد توكيو وبعد أحمد علي الحكم العراقي الوحيد المتواجد في الأولمبياد وثالث الحكام العرب حيث حصل على إشادة كبيرة بعد نهاية لقاء نظرا للمستوى المتميز الذي قدمه أثناء قيادته للمباراة اختتمت في كاركوك بطولة المحافظات للبليارد بفعالية الناينبول وستنوكر بمشاركة كبيرة من قبل الأندية بعد أن استمرت لمدة ثلاثة أيام اختتمت في كاركوك بطولة المحافظة بلعبة البليارد وبفعاليتين ناينبول والسنوكر وبمشاركة كبيرة من قبل أغلب الأندية وحتى القاعات الجدير بالذكر أن البطولة أقام الاتحاد الفرعي بجهود ذاتية اتحاد الفرعي كاركوك قامت بطولة فرعي مال كاركوك شاركت بها 42 لاعب في لعبة سنوكر و32 لاعب في البليارد شاركوا بها يعني بصراحة احنا كاتحاد البليارد ما عندنا أي دعم يعني لا بالانتحاد العراقي ولا بالانتحاد الفرعي يعني ما نقدر مثلا نشوف لاعب جديد ولا موهبة جديدة نفس اللاعب دعم ماكو يعني احنا مثلا كاتحاد احنا من جوبنا نصرف على البطولات اللاعبون المشاركون أكدوا على وجود طاقات وإمكانات كبيرة يمكن استفادة منها وزجها في المنتخب الوطني وكذلك مطالبات بالتكثيف البطولات على مستوى المحافظة وحتى على مستوى العراق لضمان ديمومة هذه الرياضة لدينا في كاركوك لاعبين جيدين ولديهم الامكانية بتمثيل الاندية الكبيرة ولكن ينقصنا الدعم المادي والمعنوي وأبسط مثال هذه البطولة أقامها الاتحاد الفرعي على نفقته الخاصة الألعاب الفردية بحاجة إلى وقفة جادة والوقوف على احتياجات اللاعبين وتوفير أبسط مستلزمات وصولهم لمنصات التتويج العربية والآسيوية وأول خطوة هي الدعم المادي والمعنوي للعراقي الرياضي حسام كريم كاركوك يسعى اتحاد التايكواندو إلى تطوير الفئة العمرية للعبة من خلال زيادة الاهتمام بهم للكشف عن المواهب الواعدة لتقوية خطوط منتخبنا الوطنيين في كل وقت والزمان نتابع لأنها تصل في نهاية المطاف إلى الإنجازات لأن أساساتها بنيت وفق معايير صحيحة بعيدا عن العشوائية الحمد لله وشكر الآن التايكواندو أصبحت بعض كرة قدم من ناحية الشعبية على مستوى العراق من ناحية القاعات والأعداد المشاركين موجودين إليه وإن شاء الله سنكون داعمين بعد أنه في القانون الجديد النظام الداخلي للتحاد الجديد إن شاء الله تنظيم عمل المراكز تخصية والمدارس وكذلك عمل لعندية بصورة احترافية وليس بصورة عشوائية مثل ما كان سابقا بطولات عديدة أقيمت في ظل ظروف صعبة لكنها كانت مميزة بعد أن وضعت عائلة التايكواندو جهودا كبيرة في سبيل اكتشاف العديد من المواهب الفاعلة التي تحتاج إلى دعم مالي ومعنوي بصورة مستمرة لا منقطعة بين فترة وأخرى لكي تكون متواصلة بالطرق الحديثة بعلم التدريب للتواجد بقطار منتخبنا الوطني باللعبة تعرف اللعبة التايكواندو أنا تقديري لأن اقتصاد على اللعبة التايكواندو اللعبة التايكواندو تجورها القدم لعبة شعبية جدا واللي لا يشوف الجمهور شوف الناس شوف كذا تفاعل العالم الطفل منه هو يطلع يا يلعب كرة يا يحرك ديه بعض الحركات قريبة على الفنو القتالية حقيقة احنا يعني بهذه البطولة أتمنى 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 يعني من المدربين يسمون احتكاك بيناتهم دوما حتى يبرز اللاعب الجيد حتى ندعم هذا اللاعب ناصل المستوى الأفضل يمثل نادي درجة منتازة ويمثل المنتخب الوطني لا بد من العمل كباقي البلدان الأخرى التي فعلت وسخرت كل الخطوط المغذية لتطوير نفسها وبشكل ملفت للنظر وهذا الشيء لا بد أن يكون متواجدا بالأفعال على الساحة العراقية زيد غالب العراقية الرياضية بغداد النشرة مستمرة فيها تتابع